بالمناسبة مصدر في النادي الاهلي قالنا هنا في رقم 10 ان في قعدة عملها الكابتن محمود الخطيب مع اعضاء بعثة النادي الاهلي في المغرب من مجلس الادارة كان الكلام فيها عن كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل قبل واثناء المباراة عشان يكون القرار جماعي ومتفق عليه قبل المطش طيب تفسير الخبر ده ايه نوارد انه يحصل جماهير مثلا متعصبة جماهير عايزة دايق حاجات اللي احنا نشوفها في كل ملعب الكرة شفتناها حتى في مطش ليفربول وريان مدريد دي كل الامور دي الاهلي هتعامل معاه ازاي الاهلي هتعامل ازاي معاه بيدوه وهضيف لك اللي اكتر من كده كمان كابتن محمود الخطيب قعد مع الجهاز الفني واللاعبين قبل الصفر الى المغرب وقال لهم تصريحاتكم تكونوا عاملة ازاي كلامكم يكونوا عامل ازاي انتوا ملكمش دعوة باي حاجة خارجية انتوا لكم دعوة بس باللي بيحصل في الملعب اي حد يسألكو في مؤتمر او غير مؤتمر احنا بنلعب كرة احنا بنحترم الفريق المغربي بنحترم الجمهور المغربية مفيش اي مشكلة مفيش اي ازمة وهو فعلا مفيش مشكلة ومفيش اي ازمة